قررت كوريا الجنوبية تمديد إجراءات التباعد الاجتماعية التي كان من المقرر أن تنتهي اليوم لمواجهة انتشار فيروس كورونا لتستمر لمدة 15 يوماً مع الإبقاء على حظر تجمع خمسة أشخاص أو أكثر وسجلت كوريا الجنوبية 459 إصابة جديدة وسط تزايد مستمر في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة سول فيما أعلنت كوريا الجنوبية تطعيم نحو 587 ألف شخص ضد فيروس كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم في البلاد أواخر الشهر الماضي